ترويج للوجهة الجزائرية ترويج للوجهة على مستوى الوزارة أصبحت على مستوى المديريات المحلية المديريات التنفيذية وعلى مستوى الولاد سواء في خصوص منح العقار أو بخصوص الاستفادة من منح العقار أو كذلك الفوائد الداربية وكذلك بالنسبة للتصنيف الفنادق وخلق المسيرين وكذلك بالنسبة للمطاعم السياحية وهي اللي كانت تعرف ركود كبير تقييم مدى تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية بعد المصادقة عليه سنة 2008 قابله الحديث عن أرقام ترى فيها المصالح المعنية خير دليل على الحركية التي عرفها المجال عندما نتكلم عن الأهداف فالمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية نتكلم عن الاستمار الحمد لله لأن الآن لحظنا عدنا نسجل أكثر من 2220 مشروع السياحي تم اعتماده على مسوزرة السياحة السنة التقليدية الذي سوف يسمع أكثر من 285 ألف سرير جديد ندفع إلى ذلك استقبال أو استلام ساونويا معدل ما بين 100 و120 مؤسفة دقية لتوفرنا أكثر من 5000 حتى 6000 سرير جديد الاستثمار في السياحة والترويج لها مفاتيح لتنمية القطاع لن تفلح دون ثقافة سياحية